فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وذكروا أيضا ما جاء من أن المشركين كانوا يقفون بعرفات إلى صفرار الشمس ويفيضون من جمع بعد طلوع الشمس وأن السنة جاءت بمخالفة المشركين في ذلك بالتعريف إلى الغروب والوقوف بجمع إلى قبيل طلوع الشمس كما جاء في الحديث خالف المشركين وخالف هدينا هدي المشركين نعم وكذلك في العبادات العبادات التي لم تنسخ وكان أهل الكتاب يعملون بها أو أهل الجاهلية يعملون بها وهي من شرع الله سبحانه وتعالى فإننا نفعلها لكن مع مخالفتهم في صفتها مع مخالفتهم في صفتها ومن ذلك أن المشركين كانوا يقفون بعرفة ويدفعون قبل الغروب عند صفرار الشمس فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي في عرفة حتى غربت الشمس ثم دفع منها مخالفا بذلك للمشركين في الدفع وإن اشترك الجميع في الوقوف بعرفة لأن هذا عبادة مشروعة وهو من دين إبراهيم عليه السلام فلما كان المشركون يفعلونها فإنهم على عبادة مشروعة لكن نخالفهم في أدائها وفي كيفية أدائها وفي صفتها كذلك في المزدلفة فإن المشركين كانوا يقفون في المزدلفة ويبيتون بها لأن هذا من دين إبراهيم عليه السلام لكنهم كانوا يستمرون في الوقوف بمزدلفة إلى أن تطلع الشمس ويقولون للجبل أشرق كبير كيما نغير فخالفهم نبي الله صلى الله عليه وسلم فدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس وقال خالف هدينا هدي المشركين وكذلك في صوم يوم عاشورة هذا عبادة قديمة قد فعلها موسى عليه السلام وبقيت حتى في بني إسرائيل حتى في العرب كانوا يصومون هذا اليوم وصومه مشروع النبي صلى الله عليه وسلم صامه ولكنه أمر بمخالفة اليهود في ذلك بأن صوم يوما قبله أو يوما بعده